كمان سيد رئيس خلال مدخلته في جلسة المسئولية الدولية في اعادة اعمار مناطق الصراعات اكد انه المنطقة دفعت ثمن كبير لفرد وتدخل الاخرين في شؤونها وقال اللي حصل في الدول التانية كان محاولة للتغيير لكن اصحاب التغيير مش عارفين انه هذا المصار قد يؤدي الى الخراب والدمار وبقول لكل المتابعين للامر ده المنطقة دي دفعت ثمن كبير لفرد او تدخل الاخرين في شؤونها والكلام اللي احنا بنتكلم فيه هنا يعني انا حفضل اكرره واقول تاني في الدول اللي بنتكلم فيها دي كان محاولة للتغيير محاولة للتغيير اصحاب التغيير ما كنوش فاهمين او مش عارفين انه هو المصار ده قد يؤدي الى الخراب اللي احنا عايشينه في مصر كان ممكن يحصل كده بقرارها كتير اولا عشان الشعب المصري يعرف ويفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا كثيرا جدا بان احنا ما دخلناش هذا المصير دولة في همية مليون كانت حتبى دولة اذا ما تلاجئين تحضب مستواجئين المترجم للقناة